اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا واعملوا حاجات كلها الحلوة بصوا هنعمل النهاردة في صانية مقاس هقول لكم مقادير صانية مقاس تلاتين يعني انا هقول لكم مقادير مقاس صانية تلاتين انا بقاروكم الصانية اللي هعمل فيها بتبقى حرفها مش عالي قوي معايا نص الكيلو السيميت السيميت ده او السيمولينا بتجيبين من عند العطار بيكون فرط كده كباية من السكر عليها نص الدقيق دي هبا يعني رجعت وراه لكم تالي بجيبوا فرط يا جمعة مش اكاس خالص كباية من السكر العادي خالص وكباية من السمنة البلدي على زبدة فيرن وكباية من الزبادي مش عندك زبادي ممكن تعمليه من مية بصوا انا هحط كمان كده معلقتين من جوز الهند لان حاماتي بتحب جوز الهند في الحاجات اللي هي مسلا زي الكيك زي البسبوسة فانا حبيت ان احطه لها يعني ومعندي هنا الكريز هنزين بي او ممكن اغير رأي وحط سودان بس انا في الاخر يعني حطت كريز زي ما انتم شفتوا معي انا هنا بعمل ايه يعني بقلي بالزبيب معلاتين زبيب كده الحاجات اللي هي الجفة مع نفسها كده هعمل الخليط اللي هو كوباية من السكر وكوباية من السمنة وكوباية من الزبادي كلهم في الخلاط ايوة الطريقة دي نجحة ومشاء الله بتبقى نجحة جوا جدا بصوا السر يا جماعة في نجاح البسبوسة ان نوع السمنة اللي انت بتعمليها وكمان لو سمنة بقى بلدي بتبقى احلى انا هنا عملت نصها سمنة بلدي ونص فيرن عايز اقول لكم يعني هم تحت فضلت شكروا في البسبوسة وقلوا بقى طعمها رهيب ورحتها يعني بقى تجاب الاخر الشارع اصلا وانا بعملها اه حماتي قالت لولاد مامتكو عاملة حاجة حلوة نشان ماريا قالت اه بص انا عملت المقطع تتحزف مني اسفة ان انا جبت المكونات بعد ما اتضربوا كويس جدا في الخلاط وحطتوا مع البسبوسة وبستها يعني ما قلبتش فاكتر ولا حاجة ده بحطت الخليط كل الخليط اللي هي كوباية سكر كوباية زبدة كوباية زبادي على النص كله دي ومعلاقتين من الجزء الهند وقلبتهم بالمعلاقة الاسباتيولة كده عادي خالص ودهنت الصينية بتاعتي من تحت ومن الجوانب كده الحرف بتاعها كل حتة فيها اه تأكدت ان هي تغليف الكويس بالسمنة البادي بص يا جماعة البسبوسة معروفة من هي المحلوقات الشرقية اللي بتحتاج اللي بتحتاج السمنة الصح فيستحس ان انت ما تعمليها وعايز تكلي بسبوسة حلوة تعمليها بالسمنة البلدي وان شاء الله ما شاء الله يعني اللي من دول بقى ايه احنا في الشتاء في السمنة البلدي كتير وزايدة وكمان دسمة وسعرها متوفر يعني في متاح الجميع هاخد بقى الخليط اللي انا ما قلبتش فيه شوف الخليط ببقى يعني سايب نوعا ما ببقاش متماسك قوي ولا ببقى سايب قوي بصوا يعني انا زعلان قوي على المقطع لتحزف قبل كده بس والله غزبا عني ما عرفش التليفون هو اللي يعني ساعات كده بحصل خطأ اه انتو عارفين بقى الاولاد ببقوا معايا في المطبخ وكده فما بعرفش ان انا يعني ايه اخد بالي خدش بالي لكامرة تقفل ببلي ايدي بمية كده وبساوي بساوي بضغط عليها اه كويس انا ما حطيتش اللي بيكين بودر بقى ولا الكلام الفاضي ده ولا اي حاجة ولا اي مادة رفع خالص هي كده زي الفل لو انت حابة تحط معلقتين لبن وتسويها عادي بدهر المعلقة ما فيش فاق مشكلة انا عملت بالمية قلت كفاية الزبادي والزبادي هي حمر والشاو بقى زي الفل وبلت ايدي كده بالمية زي ما انتو شفت بدهر ايدي او قصد ببطن ايدك وبتسوي كده عادي خالص بقى اطحة بصو تقطيق عادي خالص تقطيق عشوائي انا مش اقول لكم ان انا يعني متمكنة قوي في الحاجات دي بس على قد ما اقدر بعمل حاجة حلوة كده وفرح بيها يعني لازم كلكم تعملوا زي كده والله يا جماعة اللي بتعملي النهاردة بتردلك بكرة هتعملي حاجة حلوة هتحلي بق حماتك وحماكي ان شاء الله هتيجي يوم وهتيجي اللي هتحلي بقك باذن الله وهترضيك وهتتمنى لك الردى زي ما انا كده اتمنى لهم الردى والحمد لله لهم ردين عني وعن جوزي ده طبعا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى وحب اقولك حاجة كمان حب حماتك لو انت بتحب بتحب حماتك الحب بيرجع حسب جوزك لو انت شايف جوزك بيحب وبيحترم حمات امه وابوه انت برضو هتحبهم وتحترميهم انا حبيت ماما اللي هي حماتي وحماية على حب جوزي لهم واحترام جوزي لهم بجد انا مش هتكلم لكم على كلمة الاحترام لان انا جوزي بجد والله مدرسة تدرس في احترام الوالدين بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يا رب يحمي يا رب وحفظه ويحميه وكمله بعقله واشوفه دايما كده يا رب على الناس واشوفه دايما كده ابو امه وردينا عليه يا رب بصوا احنا ملون هنا ابو امه عاد احنا هنا في الفلاحين فما تستغربوش حطتها بقى على الشبك هوريكم وانا بولع من تحت وفي الاخر بولع من فوق هحط هنا الشرباء الشربات بيبقى عمل زي ما بسكر كده كوبة ونص سكر كوبة ونص ميلة عليهم عاصرة لمونة كاملة تمام وفي الاخر بعد ما بطف عليها بحط معلقة من السمنة الباديل هحط بقى فانيليا ولا هحط عسل جيليكوز عندك عسل جيليكوز ممكن تحط معلقة ومعلقتين بتدي كده ايه لزقف البسبوسة زي بتاعت الحلوان هاخد هوايدوب تاخد غالوة كده وغطف عليه عشان بقى الناس اللي بتقول اللي شربات بيحجر منها انا بدوب ده كله قبل ما ارفعه على النور بتأكد ان السكر ده مع المية وبعدين بسيوب مع نفسي يدوب بياخد غالوة تلاتة اربعة خمسة كده وبعدين بطفي او يا اما حاجة تانية ممكن تحطها على النار من غير ما تلمسي تحط السكر وتحط المية من غير ما تدوي ولا تلمسي وهو سخن خالص وهو الواحدة هيدوب ما تخفي عادل بسبوسة حبايبي بعد ما سبتها من تحت اه من تحت يدوب بتاخد اول ما لقيتها احمرت من تحت والجواني بتطفيت عليها وولعت من فوق يلونها احمر خالص وحلو وجميل بس مش عارف هي اللي طلع غامقه كده في الكاميرا بصوا انا كنت حطها على اي الشبكة والشبكة قريبة جدا من الهصاك زي ما قلت لكم من تحت هاخدها بقى كده عشان ايه اه احطها على الشربات هو سخن خدتها بقى كده وحطتها زي ما قلت لكم معلقة من السامنة البلادي قلت لكم قبل كده عن البزبوسة يعني سامنة بلادي وسامنة بلادي بصوا لونها الحلو بقى هو ظهر هنا بقى في آآ هنا في الحتة دي فكانتش ظهر لما عند البتجاز يعني اضاقة ضعيفة شوية اه والله يا جماعة ريحة الشربات بالمعلقة السامنة البلادي دي خيال 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 صحيح فعلا الرك على السامنة هي اللي بتحلل حاجة بصوا خلاص هي ادبت معيها طب احنا بنعملها في البيت بقى بادينا وحاجة مضمونة كده هنزل بقى بكمية الشربات كلها هعملها على اليد اليمينة مش هارفة تملك بالشمال اهو بسم الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوت اللي الله وما صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد اهو ما شاء الله ما تخفيش الشربات مش كتير ولا حاجة بصوا بقى زيت تعرفي بقى نجلي داعك بس بصة ناجحت معاك لما تلاقيها بتتشرق بصوا هاجيب بس حتة بس لحاجة كده نرسلت بيها لفضل حاجة عشان هنفت تحركها معاكم اهو اهو بتحسخني قوي اه تعرفي بقى ان البسبوسة لطريقتها ناجحت زي لما تلاقيها وانت بتلف كده والشربات بتشرب معاك بكل سهولة بتحركيها كده اهو بصوا 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 يا حبيبي هي خلاص اتشربت شربات بتاحها اهو تمام زي ما انتوا شايفين هتخائها الفرن وهو سخن هلسة فيها حبا صغيرين بس هي بتتشربهم كل ما بتوع دكتر كل ما بتتشربهم وحطها في الفرن وهو سخن وهسيبها وانقطعها مع بعض ما تبرد خلص وتهدأ يفضل انت لما تهدأ ما تقطعهاش وتحطها في التلاكة بعد ساعة في الشيتة بقى هتقطعيها بعد ساعة ساعة ما تلاقي الخرطة طلعة بخرطتها كده بحاجة كده جميلة. حاجة تحفى بصول هنا هقول لونها الطبيعي هنا كده. بيزهر هنا لكن هناك ما بيزهرش يعني بغير خلفية ما بيزهرش. هسيبها وبعدين نرجع ان شاء الله نقطحها ما بعد بعد ما تتمسك كده مع بعضها. بصة حبيبي بعد ما خلاص اتشربت الشربات كده وسبتها تهدى شوية. هاخدها بقى وانزل بقى كده تحت نقطحها تحت هاخدها هلا بلا كده على بعضها. وانا وعيدكم من تحت ان شاء الله هوريها لكم. وانا بقى الطحة اه وهوريكم ما شاء الله كانت جميلة ازاي وكمان يعني الطبقة بتاعتها مش تخينة ولا حاجة. رؤية انا بحبها رؤية. زي ما قلت لكم بولع الفرن من تحت تاخد لو من تحت بطفي من تحت اولع من فوق وكده خلاص. شربات سخن وهي السخن. بصة حبيبي انا انا هنا نزلت بقى عند حماتي عايز اقول لكم بصوص صنية نازفت. ما شاء الله كله بشكر فيها. مع اني ما سبتهاش بس هلترتاح نص ساعي. يعني كمان لسه ايه? لو كانت بردت اكتر كده تبقى بس كاكتر من كده بصو. الكطع ايه? ما شاء الله حاجة كده ايه? وهم. انا قلته ان انا ايه? هتصور لكم. واحنا بلقطعها بس طبعا اول ما نزلت ما شاء الله كله بقى نزل عليها. وبقى الف هنا وشيفة على كل اللي جربها اهو بصو. حاجة كده توحفة يلا شوفكو على خير وجربوا الطريقة دي يا جماعة يلا. واي باي هتوحشوني. عليش بقى لو في ايه هيسة بسبب الاستاذ سوري. ماشي? اه بصو. اه بصو كده. يعني هي لسه دافية وحلوة او بقى في الشيتة بقى في الضوء. بصو. طبعا نفتلين معايا في قلب الحمات الماضي. يلا شوفكو على خير وغربوا الطريقة باي بول.